شعبي وباسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير ودفاع الوطني يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لللواء محمد الطيب براكني قائدا للنحية العسكرية الثانية بوهران وليس إلا سلسلة من المعارك المتتالية تخرج ظافرة من معركة للتدخل في معركة جديدة وهي مسلحة ومزودة بما يكفل لها خوض هذه المعركة الجديدة وكسبها فإذا كنا قد خرجنا من معركة الاستقلال منتصرين وإذا كنا قد خرجنا من معركة الإرهاب مؤذرين فإن ذلك كله ليس إلا سلاحا في أيدينا لابد علينا أن نثمنه ونستعمله بذكاء وفطنة لخوض معركة أخرى لا تقل أهمية من سابقاتها ألا وهي معركة الحفاظ على هويتنا وإثبات الذات في عالم مضطرب فمعركة تحرير الأرض ورغم كونها معركة قاسية وضارية كان وقودها الملايين من الشهداء إلا أن معركة اليوم المتمثلة في تحرير العقول من مخاطر الاستلاب الفكري ومخططات ضرب مقومات الهوية الوطنية الشق شكرا